اشتركوا في القناة ما فيش حاجة مدمونة خالص خصوصاً البني قدمين يمكن كلامي ده يكون قاسي شوية ومقلم بس هي دي الحقيقة يعني لقدر الله لو حصل حاجة وصدته بعض دينا هتعيش إزاي؟ هم؟ هدري دكت قصودي هعوضها عندها إزاي؟ مهما عوضتها مش هتعوضها عن شغلها اللي سببت بس ممكن تلقيلها فرصة تانية في مكان تاني هي ممكن تشتغل معي هنا في المستشفى لا أنا مش بتطمينها بصراحة يا رقوف أنا عايزها تبقى مستقلة مادية أنا عارفة إن الكلام ده غريب شوية بس أنا أم وخيفة على بنتها مادم بك ده أنا فاهم كويس قوي حضرتك توصودي إيه؟ وعايز أطمينك أنا لا يمكن أبداً هعمل حاجة ضر دينا أنا انتفقتي أنا ودينا بعد ما نتجاوز إن أنا عمري ما حسبها أبداً وأنا عندي وعدة الحمد لله تمنتني بس برضو أنا تعودت إن ما أمنش للحياة ولازم أعمل حسابي الزمن عشال قدر يا رقوف بيحني وأنا تحت أمرك ودى لمعي أنا عمريكا كبير الجزدار زي ميت جل بعد ربع ساعة ساعة تلبيع طب يلا هم استعجلوا حاضرة ساعة تلبيع وإنتوا يا رجالة صلصونا يا عال هم تولي أي واحد هم يا ولدي شوف يا متولي عاوزك تعرف كل واحد يا منا وتكتب اللي دفعوا بالمليم وعيلي حصل يا حاج ما تجلتش توكل الوقت تضيج حاضر أنا بيتهيقلي إن هو ده المكان بعد إذنك يا حاج السلام عليكم يا لها مرحمة الله وبركاته هو ده منزل الحج الجابر؟ أي وهو هي إيه؟ أنا نادية صاحبة رباب يا أهلاً وسهلاً اتفضل اتفضل شكراً أهلاً بيكم يا أهلاً وسهلاً أهلاً بيك مورتون المكان ما نور بأهل اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزميلة رباب أهلاً وسهلاً اتفضل أهلاً بحاجة لك زيك حاجة أهلاً يا محوات أهلاً وسهلاً خير يا بيتي لا خير يا حاجة مفيش حاجة أنا بس كنت بحاول أكلم رباب وهي مش بترد على تليفونها خالص وكمال ما بتجيش الجامعة فإيه لقيت عليه هقولت هي الطامن بس أما معرفتناش بالبهوات ده سامي جوزي وأمير أخوه نعم يا مرحب أهلاً وسهلاً أهلاً بك أمال هي إيه الأنوار دي؟ هو أنتو عندوكم فرح النهار ده ولا إيه؟ أيو فرح رباط أمال الأستاذ مجد فين يا ترى؟ نعم واعي المجدي؟ آه طبعاً عرفه كويس ده راجل محترم أوي عمل معي جميل عمري ما هنساقه أبداً يا مرحب يا مرحب ربنا يا خليك أيوة أيوة حبيبتي ما تأخرتيش ما توحشيني أوش وانت كمان ازيك دينا؟ ازيك؟ أنا هنزل دول خلي بالك من ليلة بتحبك أول أنا كمان بحبها يا وعلى فكرة أنت عرف إن هي ممكن تكون قطية بحدة حتقابله في حياتها؟ مش مصدق تبقى خلع بقى فعليش حتعبك معي؟ لا يا حبيبتي تعبك راح قلبها دراما كده ليه على الصبح ما تقلقنيش عليك بقى مش مصدق إن أنا مش هشوفك كل يوم طب دي ممكن تبقى حاجة كويسة جداً على فكرة لأنك هتستريحي من ترتاشتي لا يا غلصة ما تنسيش تكلمي رابا بها؟ كنت عايزة عبدي عليها لا أحسن ما رحلهاش في الأول أحسن لقدر الله تاخد استمارة ستة ويقولوا إن إحنا السبب أوكي يلا شرفت يا حضرته اتفضلي إزاي كتنت؟ عميت جوه؟ آآ جوه بس هو معامل إيه يعني أنا أمه أدخله في أي وقت طبعاً بس إيه كده طنت أنا جاية طنت أنا جاية ماشي يا فاني بالنسبة لأ ماما خيفي لا مفيش حاجة قصي إنتا نزلت من غير ما تفتر الصبح فأنا عملت لك كم سا مضويتش كده عشان تاكلهم لأن إنتا هتنسى نفسك في الشغل أنا عارف بس بس ماما ماما ممكن تستنيه بره؟ لا مش هستنى بره أنا هاخد هنا أتفرج عليك وإنتا بتشتغر طيب يا فاني بالنسبة لحسابات حضرك في البنوك إحنا ممكن نتولى إذا ربطعتها كل لها بجناب حسابات الشركة لما حضرتك لكن حسابات العيلة أو الحسابات الشخصية التانية اللي موجودة إحنا مرسية روح قلبي أنا كنت جنبي كنا بعمل شوپنج وبنيه حفته علي بسرحة أقولت أما طلع أتمن عليك وأشوفكو أما طلع أما طلع أما طلع أمان فيه إيه؟ ده الجو جميل جدا والهوى يفرح فيه إيه يا نوجة؟ كل شوية هوى هوى خنقى فيه إيه؟ تعالى وصرني ليه كده بس يا ماما ليه؟ وقل لي ليه؟ أنا عملت لي حاجة هوى هوى خنقى أو أنا عملت لي حاجة؟ أنا سيبت الشغل زي ما وعدتك دينا الحمد لله على السلام يا حبيبتي بس بعد ما سيبته وركبته القطر قلت النفسي أنا حاعد فين؟ طب أعودي الأول أعودي ألا اشتريتلك شقة هتحجبك قوي ولو عايزة تجيب غيرها ألا تحت أمر إيه؟ ممكن تيش فكرة إن أنا هعمل كده ولا إيه؟ ليك كمان عندي مفاجأة حيبة فجأت إيه؟ أنا كلمت واحد صاحبي عنده شركة أهل الناد أعيز واحدة للعلاقات العامة رشحتك لي ووافق على طول وممكن تسلم الشغل من بكرة أنت بتتكلم بجد؟ طبعاً بجد أنت مش فهم أنت عملت فيه إيه دلوقتي أنا نفسياتي كانت في القعض أنا مقدرش على زعلك أمدًا ادخل كتور روف نعم مدام صل ما عايز أحوداك في قدت طب أنا جاي حالاً هي مش كانت في البيت؟ أوه بس هي أصلها تابت وأنا قلتها على هنا على طول هنا أحسن بكتير أحسن لا يهد أنت الحمدот الله خالص ؟ شكرا 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 انا قلت عليكي او يا ربا انا محبوسة انا مش عارف اكلم حد شفتي يا نادية عايزين يجاوزوني غصبا عند عايزين ناسيب الجامعة اسيب كل حلم احلمت بي هو حسين هو اللي بعتك مش كده ايه مالك ما تتكلمه حسين تجوز ايه اللي انت بتقوليه ده حسين تجوز يا ربا تجوز واحدة قدمانية عشان تتديله الجنسية مش كده بس زي غنية قوي كمان ربا بيحوت عايز اقولك على حاجة حاجة اتعلمتها من تجربتي انا اي حاجة في الدنيا بتحصل لنا بتحصل نتيجة تفكيرنا احنا انا قدامك هوا سامي ما كانش وحش ولا عماد كمان كان وحش انا اللي قد بفكر غلط هو احنا كده بنفكر ونحلم ونتخيل ان تفكرنا هو الحاجة الوحيدة اللي صحة في الدنيا ما بنفهمش غير بعد ما الوقت يفوت صدقيني يا ربا همتي ربنا بيحبك عشان ما تكملتيش مع حسين ده والله ما جدي احسن منه بيديو مر ما تسعليش احسن خط موسيقى 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 تبتفكر إيه تخفيش عارف أنت بتفكر في إيه للأموم أنا هسافر بره كان جاي لعرض أشتغل بره مصر بس كنت مأجله حد ما تجوز فاسيبك ما تجلديش هيقولوا علي أنا اللي نادي وهيلوموا أهلي بس عاوزك تخلي بالك من نفسك في حاجة معرفهاش ولا إيه أنا اللي مكنتش عارف أنك إنت كويسة دوي جدي أنا اللي وحشة للدرجة دي كل ده لي عشان تجوزنا أنا أنا مش وحش للدرجة دي يا رباب لا تعب أنا جوي مش جادر أتكلم نورت الصعيدة أستاذ سامي ربنا يخليك أنا كان لازم أجي علشان محتاج أتكلم معاك طب سبك أنا بقى تتكلم مع بعض وانزل ألف لفة كده عشان أول ما راجي السعيد ماشي؟ خد بالك من نفسك ملاستر فكرة أستاذ مجدي لما قلت لي أنه الواحد مش لازم يشوف الحكاية من وجهة نظر واحدة في حاجات مش محتاجة كلام وتفسير ده معناه أنك كنت بتقول لي أي كلام وخلاص؟ ماشي طالما أنت مش مقتنع بالكلام اللي قلته لي ومش مؤمن بيه أنا كمان هعمل زيك وهسيب نادية بعد ما قررت أن أرجع لها على فكرة كل كلمة قلتها لك كنت مؤمن بيها طيب ما تقولي الكلام ده لنفسك وتفكر فيه كويس يا مجدي رباب لما ثابت البلد ومشت أكيد كانت بتفكر أنها هتعيش حياة مختلفة حياة رسمتها لنفسها في خيالها وأي واحد كان هيقول لها كلمتين حلوين كنت هتمش وراه فلي بالك أنت بتتكلم عن مرتي وبتكلم مع أخويا اللي من غير ما يعرفني قرر أنه ييجي ويرشدني ويدلني وأنا سمعت كلامه رباب مخلطتش كل الحكاية أنها عاشت تجربة مش من حقنا أستاذ مجدي أننا نحاسب الناس على تجربة الحياة اللي بتعاشها ومدام التجربة دي نتيجتها ما كانتش كارسية ورغم أن رباب مرت بتجربة قوية بس ده ما خليها اشتغلط في أي حاجة وده الواحد وكافيل إنه نخليك تحبها يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا شرفت ونورت شرفت ونورت ربنا يخليتك مبروك يا مجنة أهلا بحبيبتي شرفت شرفت قل الأستاذ مجدي غالي علينا قوي حاجة ولو كان في آخر الدنيا لازم نجيأ مش كده قال إينا أه طبعا أنت عاويس تقول إيه أتكلم من جير لب ودوران كده بابا أنا.. ما كنت عايز أخطب ولاد لا! ولاد دي لا أنا عارفة وممها عملت له عمل أكيد لقيته وقت زي الأمر وعنده مكتب ومستقبل مضمون قالت أخده البنتي سكت شوية لأبساحت أنا بيه أسكت لغاية إمتا؟ لغاية ما الوات دي وعف الخيّة؟ خيّتي بس؟ ما مات، أنت بتحبّها؟ إيه 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 بيحب إيه؟ بيحب مين دي تحب؟ لا طبعاً، بس كمان أنا عندي عروسة زي الأمر مال وجمال وأخلاق سيبك من الولاء دي دي عاملة زي الودي المتأيف ولاء أه ولاء واللي أمها أمها فاكرة نفسها جاية مش عارفة من مين أو ونو ومرسي واللي يدور عليها اللي أهم عارفة ممكن تسيبينا لوحدنا شوية يا ناجية؟ إيه اللي أسيبك لوحدوكو ده؟ يعني إيه؟ سيبينا لوحدنا شوية يا ناجية الله؟ مش عايفني برضو؟ عاوز أتكلم مع الواد؟ سيبينا لوحدنا حاضر بتحبها؟ أه يا بقى أختك كان نفسي أحبه ونفسينك ده بس ما عصلش انت ما بتحبش ماما ولا إيه؟ لا لا بحبها الحب دي بعد الدواز قال أنا يا ابني كنت دايما بخاف أهل يعلموني إن خاف وعمل المضمونة انت عارف الوظيفة اللي كنت بشتغلها دي؟ عملي ما فكرت فيه؟ أبوي أجابها لي بالواسطة بس أكيد حبيتها مع الوقت أبدا يا بقى إنسانة وأنا بشتغل مش عادة بشتغل ليه؟ ما هي حد كان يسألني؟ أقول له وظيفة مضمونة ومعاشها محترم نظرية برده؟ رغم الله كل معاش لا بيود ولا بيجيب ولا عرف تعمل اللي كنت بأحلم بي ولا حتى عشت حياتي بتاعيز نعملي بالزبط يا حبود؟ لو بتحباب جد انزل هاتي المأزود وأنا معاك سبك من أمك ومن أي كلام ممكن يتقال أنا عايزك تحارب أي عواقب توافق قدامك عايزك تنط الأسوار عايزك تسمع الكلام أيوة لا مش تسمعه بس تسمع وتفكر وتختار عايزك تتعلم اللي أنا ما تعلمتهوش وتعلمته منك إنت وأعرفته منك إنت إن ممكن ممكن أي حاجة تبدأ من جديد لعلمك بأ ولاقتي أكبر منك بس أنا هتتجوز واحدة أكبر منك ممكن نتكلم؟ ممكن ما كانش حب كانت مرت ما فهمتش غير دلوك ومعرفتش الفرجر لما شفت الحقيقة أنا كل اللي كنت عاوزها إن أثبت لروح إنه ممكن نتحدى أي حاجة تفرضت علي يعني إن أقدر أشتغل وأحب وأعمل كل حاجة ونسيت إن السمك لو طلع من المية ما يقدرش يعيش لازم يرجع البحر تاني على فكرة أنت مغلطي زي مجالي لأستاذ سامي ولي كنت فيه كانت تجرب عارفة مشكلتك معايا إيه إنك كدبت علي أنا ممكن أغلط ممكن أعمل أي حاجة ضيق وأتمرد على اللي حوالي لكن أقدر مستحيل مع إن سألتك ودريتي تكرت إن كل حاجة من حاجة كنت الوحدي كي إنك مش عايشة مع عائلة كي إن أي حاجة بتعمليها بتقضي عليك أنت وبس عندك حاج بس أنا كنت حطة نظارة صودة على عناي ما كنتش بشوف غير اللي أنا عايز أشوفه أنا عارفة إنك بتحبني كنت حاسة إنك رايب مني بس إحساس التمرد كان مسيطر علي بحبه مش إن إحنا نشوف حد ونتمناه ولا نعاني بعض عشان الاختيار ولا نموت عشان وعد جناه لا بحب إنك تكملي وتعيش عشان حدك ترتيب مستعدة إنك تضحب كل حاجة عشاني الجواز عمره ما كان بسط ريح لا تشوفه بنمشي عليه عشان نجمع ونحصد الورد في الآخر أنا مش عارف إنك بتبكي ليه دلوك ما بكي عشان مش عايز أخسر ناوية السلم الشغلة إمتى؟ لسه شوية هم؟ هتعمل إيه في موضوع الشقة ولا حاجة هعود معاه رقوف لغاية لما سلمة تقوم بالسلامة أنت هاملة يا بيت؟ تعودي فين؟ كده كده مرته هترجع تقعد في الفيلا تاني ناوية تعودي إنتي ودريتك فما كان واحد لأ طبعا يا ماما بس هعود معاه لغاية لما ترجع بتعب السلامة وبعد كده أنا هتصرف لأ أنت كده فعلا الجنة إنتي رسمي تي فاكرة نفسك قديسة ولا ملك بالسما دينا أنت مدركة الكلام اللي بتقوليه ولا بتقولي أي حاجة وخلاص أنا عارفة أنا بقول إيه كويس أوي ولما بتكلم عن سلمة ما بتكلمش عن ضرتي بتكلم عن بني قدمة أعرفها ولازم كلنا نقف جنبها بجد انت مش معقولة إيه اللو بتتطميني عليها ولا إيه لأ هكلم رباب ممكن سلميلي عليها هاقوم عشاني عايزة تشير شوية حاجات هتتأخري؟ لا لا مش هتأخر هلو هلو لو سمحت ممكن أكلم رباب أنا دينا أهلاً يا مدام دينا رباب معاك ألو إيه يا حبيبتي وحشتيني عاملة إيه أنت لوحشيني قوي أنا نفس أتكلم معاك أنت عارفة لو المسافة قريبة كنت قلت لك تعمل أنا تعبانة قوي مالك أنت ما جدي مدايقك؟ لأ أنا اللي مش طبعي مش لأي حد أتكلم معي ولا حد أشكيله واستحيل أتكلم مع أي حد هنا طب ممكن تهدي اهدي وأنا ححاول أجيلك قريب أوكي يا حبيبتي حتطمن عليك باي باي مين دي اللي حتروح لها؟ رباب هو أنت هنا واتروح الصعيد الله مش صاحبتي مش لازم أروح أبارك لها أنا ماشية ما تتأخريش مستنياكي حبيبي بحشتني قوي أنت فين؟ أنا وراكي يا مجنون المفاجأة الحلوة دي بقوله فالوحش لو لا عريس شعف عرصته قبل الفرح يا السلام؟ لا طبعاً دا كلام فارغ وفال حلوة جداً إن أشوفك كل يوم لحد يكون فرح ويلا خلاص شغل بسرعة عشان أعايزك برا مش استمنني برا يلا يلا هاجيلك بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة موسيقى موسيقى موسيقى